بعض متلسانه لا جديدة يذكر ولا قديم يعاد الاهل تعادل مع المقولين وبفعل فاعل مرفوع بالضمة الامر واضح جدا في التحكيم وزي ما اعتدنا مع حضراتكم احنا ما عندناش اي خلاف او اختلاف على انه مستوى اداء الفريق في فترة طويلة ما هوش المستوى اللي احنا نتمنىها للاهل وشي طبيعي جدا انه المنحنة منهار مش متراجع في اسباب موضوعية اللي بيفهموا كورة فاهمين وعارفين ان ده امر طبيعي انه اللعبة مش قادرة رجليها مش ايلاها الحالة البدنية سيئة جدا الاسباب كتيرة ده كلام موضوعي مش مبرر ولا شماعة لكن حتى وانا في اسوأ حالاتي ما ينفعش تيجي عليها ما تديني حق يا سيدي وانا يبقى التأثير من عندي وقصة المقولة دي مضايقاني جدا ما تتكلمش على التحكيم احنا كنا وعشين يعني هو انا محتاج حقي اللي لما اكون يعني بعاني مش مقصة انا بقولك لا هي مش نقصة طب لو انا بقى بقى كسب مرتاح تعمل فيها زي يوم الخمسة ثلاثة لا تديني حق برضا من حتى لما كنت مرتاح طلعت الاحتواء الله وطلعت في الصرق بوضوح جدا قلت لي وقت الادارة مش التحكيم يعني ليس وقت العدالة شلنا الصفارة خلال ليس وقت العدالة ولكن وقت الادارة اتحكم في النتيجة راح مدي ضرب الجزاء وهمية للجزيرة خلتها اتنين وبعدين بنشاري جاب جول وحرمك من ضرب الجزاء بعدين هو الفكرة كده زي يوم ما كسبنا ثلاثة صفر برضو ايام كان فيرا فيلر ثلاثة صفر ضربتين جزاء علينا وضرب الجزاء غير محتسب علينا تعمل الثلاثة اتنين عشان نخرج نتكلم ان زمالك عاد والاهل برا الموعيد طيب بعد مباراة المقولين كان فيه اخطاء تحكمية واضحة مؤثرة في نتيجة المباراة وعلى المستوى الفني ربما كان اداء الالي افضل نسبيا من قبل لكن الاخطاء التحكمية المؤثرة بشكل مباشر في نتيجة المباراة رصدها الكابتن احمد الشناو الخبير التحكمي في اون تايم سبورت نشوفه نحبة دي انا بقول ان الفارد يعني كان لابد ان يعني يشوفها ويتقنى فيها وينادي لمحمد يبص على انها استحقت طب بص بقى الكرة بص بص الكرة على الارض وهي رجلة بتطلع فين ايوة بتطلع لفوق يعني اذا نية الازاء والدخل بالقوة بالشكل ده خلاص هنا الكرة على الارض وده ده داخل في قصبة الرجل انتهى الامر وكان انا عبقى شوف انا متأكد ان وانس ان محمد عادل هنروح يبص على الشاشة الحالة كده هيرجع ويغير يلغي الاصفر ويطرر ويدي رحمة نشوف الحالة اللي بعد كده اراكة الجزاء المحتسبة ده نشوف هنا بقى كده نمشي بفريم فريم بس هنقل كمان كمان اراده خلاص رابل ترجع ويرجع ارجع بس او دخل مين اللي داخل لاعب الماولين اه اللي هو شالها اه بص الكرة بقى لم تتشاط تصد حتى لعيب الالي برفع عيده بص بص مين اللي بيطلع الكرة هو الشام هو الشام اذا النهار ده كان على حكم الفار انه يجيب يقوله في الاربي في الاربي كمال سنة عمر فريم صغير عمر فريم لا قبل ما يشاهد قبل ما يشوف داخل هو الوحيد اللي داخل هو حتى بص لعب النادي الاهلي رفع ايده أعتقد زياد رفع ايده يعني ما علينا أنا بس أنا حبيت طبعا أنا اللعبة هنا دي ده يعني الرؤيد المين رول يعني الضر رئيسي للفار في اللعبة دي تحديدا شوف الحالة اللي بعد كده يا باين بص يا كابتن ماسك يعني السفالة والماسك ده المسك من الأخطاء اللي بيعقوا يا براك الحرر أنا عايز أقول على حاجة بغض النظر بقى المسك ده حتى لو حسام ما كانش هيلعب الكورة والكورة في اللعبة داخل المرأة هاتو براك للجزاء ضربة جزاء صحيحة غير محتسبة للنادي الاهلي في الناحية صحي كده بزبط كده يعني راجل سايب الكورة وحاطت رجله في أصبت رجل اللاعب اللي قدامه يعني هل ده كان بلعب الكورة ملعبش الكورة ازاي الفار ما يستدعيش وازاي الراجل ما يروحش وازاي الراجل ده ما يضطرتش هذا قرار مؤثر اتنين ضربة الجزاء يا أخوانا ده الراجل اللي دخل كاد أن يكون موازعا للحاكم ما تقوليش الحاكم ما شافوش ما لفتش نظره خليني الأول أقف معاك عند بتاعة أمير عابد لأن هي دي يا جماعة مشكلة الفار والموانس عاد لأشار من شوية لحطة قاله ديانج قبل كده الفار يستدعي الحاكم علشان يطرد ديانج في كورة أقل خشولة من دي شوفوا كده الصورة بتاعة أمير عابد وهو في أصبت رجل حمد فتحي قال نفسي الكابتن عصام عفتح بجد كورة فين يقول للراجل الحاكم الفار ده الناشئ الصغير إزاي ما استدعيش حاكم في دي يعني أفهم إنه ممكن حاكم المباراة ما ياخدش باله من الخشونة العنيفة اللي فيها فاكتفى بالكارت الأصف طب ده مش فاج ولا مش فاج القرأة كل الحالات خدوا بالكوا دي في ديانج 30 يعني فيه 60 دقيقة فريق هلعب ناقص فريق بيدافع جوه المناطق بتاعته أنت متخيلين لما ديها تضطرت في ديها 30 أنت أهدرت أهدرت لي حقق عاملة إزاي إيه التفسير بقى إيه التفسير بتاع عدم الطردف دي ها الكرة التانية اللي الكابتن شوبر أو اللي الكابتن شنو أتكلم فيها ضربة الجزاء بتتنفذ أهي الحاكم محمد عادل عينوا قصادهم يعني فيه دخول لعب المقاولين الثمنتاشر أثناء التنفيذ فباقينا هو بيرضع ونص وحاكم الفار واللاين مان هناك المساء اللي كلها ولوم الكابتن محمد عادل يعني ما شفتوش وخصوصاً اللي هو استفاد من تقدمه بتشتيت الكورة بالضبط إنه كمل وشال الكورة الله يعني لو هو مش موجود فدهر زياد طارق هجيبه جوع إذن أنت استفدت من الخطأ القانوني اللي أنت ارتكبته تتعدش إزاي دي ما تتعدش إزاي بقى خطأ بفج أو اللي مش خطأ بفج ديول مؤسرين بشكل مباشر الثالثة ضربة الجزاء اللي هي يعني اللي بيقولوا عليها ولا أوضح ولا أفدح وفيه فيه أكتر من إن أنت تشوف بطن اللعب يعني مين اللي عرق بطن حسام حسد بصوا التكتيفة بقديل اتنين أحمد الكوي ده ناشئ في المولين مكتيفه من وراء بقديل اتنين ومشلح له الفانيلا بطنه بينا يعني إزاي بطنه دي ما تتشافش في الفار قاعدين يقول لك الأهلي بتاعد بتاعد ما بطن بالقناة يعني خدوا بالكو يعني فيه فيه نموذج لضربة الجزاء أوضح من ديب اللي هي عليكو انت عارب بقى أستاذ إفراهيم انت بتتكلم على ضربة الجزاء ده زي ما يكون يعني جبع على النادي الأهلي بالصفارة واحتساب له ضربة جزاء فهي أعيدها ليه ما نديته ضربة جزاء انت عارف المرة الوحيدة اللي عادت ضربة كان عشان يلغي الجن اللي جابه شريف وعشان شريف دخل بدري ولا حاجة ولا زميل ودخلوا فعادت ضربة لكن لما ما تخشش ما عادش الضربة مش هو محمد عادل برضو اللي عادت ضربة هو محمد عادل لما حد من العائمة النادي الأهلي تدخل طيب انت يعني الوضع كده يبقى مش ممكن يكون صدفة أي نمرة ثلاثة ضربات الجزاء اللي ما بتتحسبش دي قطلق انت يعني يعني انت قابليه على غير جوة واخد بالك اذا بتاخد خارات مصرية هي لكن قدام اللي قالي بأنا ما بيهمنيش لكن انا ما ديش اللي قالي عشان انا ما بيهمنيش فبرضو ما يخدش حقه يا اخي اللي همك ضميرك واللي همك العدالة واللي همك يا اخي متحت يا اخي عادل خليك عادل يا اخي متحت تحب نفسك اللي هو حكم اللي اذا كان مصطفى المتحت اه ما انا بقوله مصطفى المتحت اه اللي كانت بقى فيه يعني امور اخرى ما انت جايب لي انا بص الكابتن عصام عفتاح ده انا ما شفتش هذا النموذج في ادارة الامور يتجاهل الحاجات الواضحة جدا ويعمل مدخلات في الحاجات السياسية اصل احتواء اصل بروتوكول اصل مش عارف ايه جاينا على الكرة اللي لازم تتلعب وهي سابتة او من مكانها ايه شوفنا جون ملغي اه فقضنا فيه نقطتين اه علشان بالله عليك حط الكرة بتنقط اه واختبالك ازاي وفي حد بيفتش وراك اكتر من كده لا كرة مط انا سأخذ الناس بعيدا عن معنى تاني ده طف ماتشك مع المنافس اللي ربنا يسعده اه بما يحدث من صفافير في ماتشي انا ايه اللعب فارك الكرة يعني لعبها مرتين هو لعبها مرتين اه فاول عليه مش بس ما لعبهاش من مكانها اه ده فاول عليه ده ده بيقولك النموذج الواضح لو لعبت الكرة مرتين ايه جون ايه جون يخليك انت تكسب ما تتعدلش فطلت هبونط هنا ايو هبونطين تاني طب نعمل ايه نعمل ايه يا جماعة غير ان احنا نتوجع فلما نتوجع مش عارف يعني يعني حد بي يعني فيه ناس بتزعل تقولك انت بتنتقد انت بتقول انت يعني يعني الناس التحكيم اللي بيزعل من نقدنا واخد بالك انت مديني فرصة ان اتوجع فبنتقد لاني ما عنديش حال تاني يعني اللي يزعل من اسرة التحكيم هو احنا عايزين نقول كده مش عايزين نقول كده بس انا بدي لك اهو نموذج رضيلي عليها ما بتردش لا ده انت قلت حتى نموذج مقارن بقى وهي دي المشكلة يا جماعة في ازدواجيته المعي المهانس عادل اشار اللي وقع كانت زمانك بلعب مع المقص في 2018 انت لغيت للقال والقال في قدام المقولين هدف بداعي بتاع رامي ربيع كوس اللي جبتها دي والله طب اتفضل في مباراة المقص قادي مباراة المقصة اللي بس عايز اشوف اللقطة نفسها كوراية حسبت جون وباما مش صايد ده بيقفز على الحارس كمان ده قفز على الحارس وقف صايد شرعي يعني قاول انا عايز بس اشرح حاجة للناس اللي مش واخدة باله وجود اللعبة اللي على الحارس اللي على خط المرمى ده اخر مدافع هو ورا جون الراجل هو ده ده يقوم مقام الحارس لانه هو انت ما تكونش اقرب لخط المرمى من تاني اقرب مدافع فده اول مدافع اللي على خط المرمى ينزل مكان الحارس المرمى حارس المرمى قدام لعب الزمالك فلعب الزمالك افصايد بكل المعاني مش متداخل ده متشارك وملتحم شوف حمل الرأي وقف شوف حمل الرأي وقف شوف وقف فين قدامه اه بصوا الصورة اللي تحتها هدف الاهلي الملغي الملغي شوفوا رامي ربيعة اللي بيقولك متداخل طب ده متداخل اللي هناك ده عامل ايه بقى بالله عليكم ده متفاعل ومتخانق وقافز وملتحم ده فول عليه فول على على متسلل ده تحسب جون على فكرة في الوقت القاتل والزمالك فاز بيه المباراة دي كانت بالزبط في 16 اغسطس 2018 فاز بيه بهدف كاسونجو المصادفة الغريبة الحقيقة ان الحكم كان برضو كابتن محمد عادل ودي اللي انا بسألها على حتة الزواج المعيير طبعا في الحاجتين مسؤولة المساعد لكن الادهش انك دلوقتي مسؤولة الفار ليه الفار مع الاهلي يقز قوي في القرارات اللي تخص الاهلي وبيدخل الدرج ويتقفل عليه في الحاجات اللي تخص الاهلي ما بعملش نفس الأخطاء ما بيحسبش عليها للآخرين أي ما هو المعيير ده لو تثبت صدقني ما كانش حيبة عندك مشكلة لا النهاردة ولا للسنة اللي فاتت الامور كتحتيمشي في سياقها صحيح لكن احنا النهاردة اه مش في أحسن حالاتنا لكن كمان مش وحدين حقنا خالص اللي يخلينا في أحسن حالاتنا قدام البعض بالظبط حصل في الستوديو التحليلي جادل بين كابتن أحمد شوبر وكابتن أحمد الشنوي على فكرة حكم الفار نشوفه كان على تقمية الفار مصطفى متحت ومعاه مصطفى متحت ده حكم عنده خبرة في الفار خد الدراسة تحت الفار سؤالي واضح واخد الدراسة عنده خبرة في الفار طالما تنهاردة حتت حكم دولي محمد عادل للماتش ده في الملعب الفار ما بيستحقش يعني أنا ما بشككش خالص على فكرة بس بقولي أنه لأهمية المباراة يعني ما كانش يعني أنت محتاج عشان يكون يعني زي ما تقول واحد يكون مسؤولية كبيرة ماتش المهم وفاصل حاجة ده ماشي اللي هو مصطفى متحت اللي هو مصطفى متحت اللي هو ملعبش ولا ماتش للأهل وزي مالك فار السنة دي ولعب مباراة واحدة مساعد فار للبيرامد زول مصري لكن قصص اختيار الحكام يعني نهار ده لما تيجي تختار حكم لمباراة زي دي بيبقى على أساس مباراة صعبة مباراة مهمة الدوري محتدم الصراع عنيف جدا 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 ده اللي بنقوله ليه ليه وجع الدماغ ده اللي زكان وراه هدف ماينفعش مزعلوش مني أنا مش عايزة زعل حد مش عايزة دايق حد لكن نخشونا قولونا ليه لكن ما تطلعش تبقى الكلام مالوش دعو بالتحكيم لحت هو ولا بروتوكول واصلحنا بندرس وانتو ما دخلتوش مدارس الكلام ده يعني